استولى اليأس على مغنية الفادو كلاوديا بيكادو إثر إلغاء العروض وتأجيل صدور الألبومات من جراء وباء قلب الحياة رأسا على عقب فيلشبونا التي فرض فيها حظر تجول وغاب عنها السياح وتقول هذه الفنانة البرتغالية البالغة 36 عاما وهي تنظر إلى صورة لابنها ذي الأعوام الثمانية وضعت على طاولة في صالونها بدأت هذه السنة على نحو جيد بالنسبة لي فكنت أحيي السهرات كل مساء في مواقع معروفة بموسيقى الفادو وكنت أنوي إقامة حفلات في الخارج وإصدار ألبوم لكن كل هذا توقف فجأة وكما كلاوديا بيكادو يرزح موسيقي الفادو من مغنيين وعازفين تحت وطأة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الموجة الثانية من وباء كورونا ولم يعد في يدهم حيلة هم الذين يعيشون بغالبيتهم أوضاعا هشة في ذل الصعوبات التي تواجهها حانات الفادو التي فقدت السواد الأعظم من زبائنها مع تدهور السياحة والتي باتت الآن ملزمة بالإغلاق عند العاشرة والنصف مساء بسبب قيود صحية فرضت حديثا في حي ألفاما الشعبي الذي يعد مهدى موسيقى الفادو تحاول مؤسسة بوريتا دالفاما أن تفتح أبوابها مرة في الأسبوع على الأقل إذ أن صاحبتها ماريا فريرا قررت المقاومة حتى لو كانت تتكبد الخسائر وكانت لشبونا من المقاصد السياحية الرائجة وقت تزعزعت أسس السياحة وهي استقبلت بين كانون الثاني وأيلول مليوني أجنبي أي أقل من ثلث الأجانب الذين زاروها في الفترة عينها من العام الماضي اشتركوا في القناة